ارتفع عدد المفقودين جراء الحريق الذي يشتح كاليفورنيا حاليا إلى أكثر من 600 شخص فيما بلغت حصيلة القتلى 63 شخصا في كل أنحاء الولاية التي يزورها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت وفي شيكو على بعد نحو 20 كيلومترا غرب باراديس تم النصب مخيم يضم 100 خيمة في موقف سوبرماركت وقالت السلطات المحلية أن العديد من مراكز الإيواء الطارئ امتلأت بالسكان وهذا الاقتضاظ يسبب مشاكل صحية ففي ملجأ في شيكو يستقبل 170 شخصا تم إجلاؤهم من منازلهم هناك ما بين 15 و20 شخصا أصيبوا بفيروس يسبب التقيئ والإسهال ولم يحدد بعد سبب الحرائق لكن العديد من السكان رفعوا دعوة ضد شركة الكهرباء المحلية Pacific Gas & Electric مؤكدين أن احتكاكا في خط التوتر العالي أدى إلى اندلاع الحرائق ترجمة نانسي قنقر